اكد سعادة السيد ياسر بن ابراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء اهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات والاجهزة الحكومية اقتداء بمنهج فريق العمل الواحد الذي اسسه سمو وللعاد رئيس مجلس الوزراء وذلك لما يحققه هذا المنهج من اهداف وطنية هامة في سياق العمل الوطني والاستخدام الامثل للموارد وكذلك الاستفادة المثلى من الكفاءات والخبرات الوطنية واتى تصريح سعادة الوزير حميدان في سياق اطلاق وزارة شؤون الكهرباء والماء سلسلة من ورش العمل التي تقودها الوزارة للعمل على تحديث الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة لتتوافق مع الالتزامات التي تبنتها مملكة البحرين في مؤتمر الاطراف كوب 26 للوصول الى الحياد الصفري بحلول عام 2060 وقد انطلقت اولى ورش العمل اليوم في مقر الوزارة كورشة عمل تحضيرية ركزت على العمليات التشاورية مع الوزارات والجهات المعنية بمبادرات الخطتين الوطنيتين وذلك للاخذ بمرياتهم في اعداد ملف المناقصة العامة التي سيتم طرحها خلال العام الجاري في صيغة طلب تقديم العروضة كما وستتضمن اعمال ورش العمل ما بعد مرحلة المناقصة دراسة وتقييم اثر المبادرات والسياسات المتضمنة في الخطتين الحاليتين واعداد المقترحات اللازمة لتطويرها وتحسينها من خلال دراسة امكانية تضمين سياسات ومبادرات جديدة في الخطط الوطنية للطاقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة